الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة آخر أشهر السنة في التقويم الإسلامي فيه يحتشد مسلمون من كل بقاع الأرض في صعيد واحد لأداء مناسك الحج الوقفة في عرفة هي ركن الحج الحج عرفة آل النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة سمي عرفة لأن سيدنا جبريل علم سيدنا إبراهيم المناسك هناك قال له هنا تقف هنا تفيض هنا ترمي فسمي عرفة لمعرفة إبراهيم المناسك هناك فمن هذا الباب صار كذلك ونحن نتبع ولا يهمنا التسمية كثيرا يهمنا بشكل أساسي الفعل والوقوف والإنابة إلى الله في هذه الأيام في هذا اليوم المشهود يقف الحجاج على جبل عرفة لأداء شعائر الحج ولإتمام أركان ذلك اليوم الفضيل ماذا يفعل الحجيج في يوم عرفة؟ يقفون من صلاة الظهور إلى بعد المغرب يقفون في كل عرفة ليس بالضرورة يكون الوقوف عند الحجارة السوداء أو عند التلة الصغيرة يوم عرفة في حياة المسلمين هو أفضل أيام العام أو ثاني أفضل يوم في العام بعد يوم النحر يوم عرفة ليش أفضل شيء؟ لأن الله عز وجل لا يوجد يوم يعتق فيه عبيدا من النار كما يعتقهم في هذا اليوم يقفون في عرفة ويدعون الله عز وجل وأباح لهم الإسلام أن يصلوا الظهر والعصر جمعا جمع تقديم يعني بيصلوا العصر مع وقت الظهر فهني من لما بيصلوا الظهر والعصر صار معهم وقت من الظهر للمغرب ما عندهم صلوات بهالوقت شو بدون يعملوا؟ مطلوب أن يستثمروا هذا الوقت الثمين النفيس بالطاعة والإنابة والذكر والدعاء يعتبر الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم ولذا فإن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ومن توفي قبل ذلك اليوم فيستحصن الحج عنه اللي بيموت أبل عرفة ما حج يعني الحج اللي راح من هون وما وقف بعرفة ومات هذا ما حج بدنا نحج عنه أما اللي وقف عرفة وثم مات بعد ذلك فيمكن أن يكون هناك يعني إهداء بدنا أو يمكن أن يحج عنه مرة ثانية بس لا يش لأنه الركن الأساسي هو ركن الوقوف بعرفة هذا لحجاج البيت المعمور أما عامة المسلمين فيسن لهم صيام ذلك اليوم والتقرب بطاعات والدعاء والابتهال من قدر له أن يحج وكتب الله له الحج بده يقف في عرفة هذا الوقوف ما بيكون صائم ليكون أقوى له على الذكر والدعاء لأما غير الحجيج فيسن لهم بشكل مؤكد أن يصوموا هذا اليوم وكل مسلم ليس معذورا وليس مريضا لا يصوم هذا اليوم فقد حرم من ثواب عظيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المصاب من حرم الثواب في هذا المكان المقدس تتفتح أبواب السماء لقبول الدعوات من ضيوف الرحمن وتتجلى في هذا اليوم المبارك أعظم العلاقات الإنسانية وأروع آيات الوحدة الإسلامية فبرغم اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم يقف زوار البيت العتيق في صعيد واحد رافعين أكفة ضراعة في خشوع وسكينة وبصوت واحد يشق عنانا السماء ينادون الخالق تبارك وتعالى من شغاف قلوبهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في عرفة في ذلك الموقف والصعيد تذوب كل الفوارق ويقف الناس جميعا أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وغنيهم وفقيرهم وأميرهم وصغيرهم ووزيرهم كلهم في موقف واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى بعد أداء هذه الفريضة العظيمة يعود الحجاج من رحلتهم الإيمانية مجردين من الذنوب والآثام كيوم ولدتهم أمهاتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر